بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في المحاضرة التسعة نتكلم على المنترينج ان كنترولينج فيز الخاصة بي project operation management plan. المنترينج ان كنترولينج هنا لها تسك خاصة بي project operations وتسك التانية خاصة بي project compliance operations. هدف الفيز دي او الهدفين بتوحها الرئيسيين. الهدف الاولاني انه هو بي will identify it لو في اي جابس خاصة بي project management plan. بيبتدي اكتشف اي quality deviation. بيطلع عن non-confirmance issue. بيتأكد ان ال project on track based on the baseline with scope and quality and so on. يعني project on track aligned with company objective. aligned with project management objective. aligned مع business pain point objective. aligned مع scopes. اللي المفروض ان هو بي follow. او بي work on it. علشان ينحقق positive project value added. ما يشف الاتجاه الصحيح ولا لا. ده الهدف project operation. اه اللي بيحصل نتيجة تطبيق المنترج and controlling. ده الطبيعي المتعرف عليه. لكن الجديد بقى ان احنا عايزين نعرف ازاي نعمل منترج and controlling في project compliance operations وفي ايه التاسكس اللي احنا المفروض نعملها. او بمعنى تاني معنى اضاقة عشان نربط الاحداث اللي احنا بنكلم فيه كده. عايزين نعمل المنترج and controlling the efficiency of project compliance integration. هل الproject compliance integration ماشي بالرائد performance هل بيحقق ال required والplant progress rate المفروض ان يكون. وهنا تفقنا في المحاضرة اللي فاتت و اللي قابليها. اني الproject compliance operation دي معايير حاكمة. يعني انو فيها اي مشكلة المشروع ممكن احتمال كبير انو يقف. لان انا بكمل في non compliance project. اه بيحصل اني انا بخسر اه اه زي ما قلنا المضابطة كوكا اللي هما 34 مليون دولار والاخر زي ما قلنا اكتر من مرة في المحاضرات السابقة. فبالتالي هنا احنا عايزين نmonitor او نcontrol. نmonitor يعني بنشوف الperformance بيتم ازاي. و بنmejor ال progress rate نعمل controlling ان نعمل اه نعمل اه نعمل اه نعمل اه م ara نضمن ان البروجيكت ده هيطلع ده الهدف بتاعنا بتاع المحاضرة دي النهاردة عايزين نتدخله في عشان نطمن ان البروجيكت بيتم صح وبالتالي ده بيحدد مصار والمستقبل بتاع البروجيكت نفسه هنكمل ولا مش هنكمل فيه تعالوا بقى نشوف مع بعض القصة دي بيتم ازاي فهنا بيقول ان طبعا حاجة كروشيل جدا عشان البروجيكت يستي اون تراك وده احنا عارفينه خلاص صناعة هنتكلم على البروجيكت البروجيكت العادية ده انا بعمل تراكينج للبروجيكت بروغريس ريت بشوف له في اي معاوقات ممكن تحصل بنفعل الريسك بلان بناخد كوريكتيف اكشن عشان دائما نكيه البروجيكت هنه ده هدفه ايه هدفه البروجيكت ساكسس هدفه يطلع ايه يطلع الكمبليت دليفربل تمام فبالتالي الجزء التاني بقى اللي احنا عايزين نعرفه وانتعامل معاه ايه ازاي بقى انطلع البروجيكت فاليو ادفه فبالتالي هنا هنحن بنكونسرن البروجيكت عشان نانشور الادهيرنك للكمبليينس ركوارمنت زي ما هنشوف تمام فبالتالي هنا في عشر ساكسس فاكتور او في عشر عشان نانشور البروجيكت لازم ناخد بلنا منهم نعملها مانتر كوي جدا فالتنث فاكتور ممكن نتحوله الى ونطمن is our project online or not aligned with the required scopes or planned or developed scopes or not ونتيجة لده هنشوف بس تانية هنوه ان في عام المهم جدا اهم من العشرة العام دلوقتي لو ما بيتحققاشي مش هنعف نكمل عشرة حاجات دولت اللي هما اي برافو عليكم الكمبليينس ركوارمنت done or not فانبتدي بالشغل الطبيعي اللي هو البروجيكت البروجيكت اللي هي في البروجيكت تمام فهنا اول حاجة طبعا احنا ايه او بلان بنعملها في البي ام بي كبلاننج فيز تمام او بلان هي البروجيكت فبالتالي احنا عايزين نمانتر بقى خلاص دوري المنترينج والكونترولينج فيز احنا عايزين نشوف في البروجيكت ايه بقى ايه بقى ايه بقى ايه بقى فبالتالي عشان انا اعمل المنترينج والكونترولينج براسيس صح لازم اكون ماشي بنفس الترتيب بتاع البي ام بي فبالتالي اول حاجة احنا عملناه ايه في البي ام بي برافا عليك في الان دوري المنترينج احنا الان دوري المنترينج وإن نرى الـ Progress Rate لو كان ستسفى يحتاج الـ Control Activity فبالتالي بنا نأخذ الـ Corrective Actions المطلوبة علشان أدرس أي الـ Schedule Deviation الفرق بين الـ Actual و الـ Plant فبالتالي Project Managers بياناليز الكريتكال باستخدامها ولو في أي الـ Schedule Risks بيكتشفوها في Monitoring ممكن تكون مكتوبة في Risk Plan او مش مكتوبة في نعملها وابتدى ان هو ياخد واتعامل معه زي May Adjust ده بقى يتطالب نحن نأتجاست الـ Priorities تاعتها كان فيه Task Number 1 و Task Number 2 Based On الـ Output بتاع المواطن لا احنا محتاجين نأتجاست الـ Priorities تمام ونألوكيت additional resources ونجوشيات لو في أي Schedule مثلا نعمل مثلا ولازم نكون من كده مع زي ما نقول بعد كده عشان هنا لو لو حستوا تمام ان هنا مفيش اي عملية تصلب او عملية لازم ده يتم بسافة النظر عن المفروض ان يكون يعني فيه قوية جدا مش مهم عشان هي Number 1 لازم تحصل Number 1 هو اهم حاجة هنا دي فيه مشكلة كبيرة جدا لو أصر على الترتيب المنطقي اللي هو هتعمل في وما كانش مع التغيرات اللي بيتم هنا المشروع بيخش في اللوب بتاع والتايم والكواليتي شفتوا بقى هي جاية منين جاية من في اه في انا همش على خطة زي ما هي ما ليش دعوا بأي اي ظروف خارجية وده طبعا هنا بيرغي حاجة اسمها هنا طبعا بيخش في اللوب وبتبتدي ان هو يأثر بالسلب ايما على سكوب او على الطايم او على او لو كان المشروع اصلا كان ماشي فبتلافها يخليه طيب ده اول حاجة بعد كده في ايه؟ بنفس الترتيب اللي تفنى عليه في البي ام بي الريسورسي مانجمت فديرين المانترين والكونترينج فايز البروجيك مانجر بي ريفيو الريسورس الوكيشن واليوتاليزايشن ليكت مكتوبة في التعمل لها بلانينج في البلانينج فايز خلاص فبي مانتر الريسورس وبي تراك لو في اي اي ريسورس ايوتاليزايشن بيشوف بيشوف الموارد المتاحة كما تم تخطيط لها في مرحلة التخطيط والشركة وفرتها وفرتها للمشروع لو ياس اي اوكي لو نو بدي اخد بي ميك اجسمنت اس نسيساري بعد كده بقى هادف ايه هنا ليه باعمل مانترينج ان كنترولينج الريسورس مانجمت عشان اتطمن ياس من الريسورس مانجمت بيشوف 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 بعد الريسورس مانجمت بعد الريسورس مانجمت عندنا حاجة اسمها الكونترول هنا بقى عايز اتطمن ان الكوست دي مانجمت يعني لها مانجمت 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 تمام فهنا ويكومبير مع البلاند بجت تمام ويتراك الكوست على مستويات مختلفة جدا زي التاسك الكنسالتشن طمين بيحدد في جزء خاص بي اللي هي قبل بداية المشروع وهنا بابتدي يقوم بالكوست اللي هي بتشمل كوست سيفينج ياس اللي بتيجي طبعا من كوست سيفينج دي بتيجي من و لو في اي سواء كانت فيه واخدوا لكم الحكاية دي اوي سواء فيه لازم طبع دكتور هفهمنا لو ياخد لكن لو ياخد يحافظ على نفس البروجرس ريت والبرفورمانس اللي هو شغال به في التعامل مع الباجت ده قرار بادي كده يجي بقى دور الجودة اللي احنا اخدناها في الكورس اللي فات اللي هي اللي هوا اللي هي الف تقرار اللي هي اي اللي هو الان كونفيرمنس ريبورت اللي بفيه الاشوز اللي هيا ادنتفايل وايليز وفيها الركومنديشن سوف نعمل ايه خلاص عشان نوصل لزارة ليفيل اوف كواليتي يعني بيشوف بقى زي ما قلنا بل كده الكواليتي سليوشن اللي هي ريكومندد من اتش بي امي كيو اس تيم وشوف بقى الكواليتي علشان يتعامل معاها هل هي بور ولا ولا سيستخدم الهوضع عنه تاوضع قصة وتعالى ستستخدمها و سيستخدم قصة يمكن أن تحاول التراك والتعامل طيب بعد كده بيمونتر الرسك ويشوف احنا متعامل مع الادنتفايد رسك فاكتورس ولا اه انه هو بيبتدي بتعامل مع الويل ادريس اللي عملناها في البروجيكت في البراننج فيز والوزارة حاجة في الاسككوشن فيز بيبقى يعرف تتعامل معها علشان يمنميز اي يمبقتا وفاكت على البروجيكت او اكوم بعد كده نتيجة بقى من وان تو فيف ده بيمثل performance براحش بتاءب في مجرور برافورمانس على مستوى شامل خلاص ويشوف اليفاشيونسي ويورد الفاكتيونس باعت الفاكمنس ونقيقب ليفاتل منزل كي performance انظر على الروح بيشوف القواليتي الكواليتي الكاستري سكاتوه الاديرانس الكاست اديرانس الكسمر ساتسفكشن وانالايز الكلام ده يس وبعد كده منله assessment البرجيك مانجر عشان يقدر يوصل لجابس areas خلاص identified areas that require improvement or where corrective actions needed to be taken تمام فبالتالي هنا ده خاصة بالperformance و بناء على الاوبت بتاع performance بتطلع recommendations تطلع reports علشان نتعمل مع الجابس دي فبالتالي هنطبق ال change management خلاص فيها ونشوف ازاي بقى نعمل change request with process that change request والابروفل بتاعته ياس وبتدي ان هو يبيمارس change control processes with documentation علشان ينشور that changes are evaluated and implemented علشان يكيب project on track تمام كده تمام بعد بقى ما بيطلع النواتج من performance measurement الخاصة بالproject operations تمام وبتدي ان هو بيفعل change request علشان يتعامل مع اه او ياخد corrective actions المطلوبة ده بقى نتيجة ده ايه ايه نتيجة change management وده الجديد ان امور تسمعوه نتيجة change management انه بتاثر تأثير قوي جدا على ايه على ال progress rate فبالتالي هنا ال progress rate ده بيبقى مؤشر تماما هل انا ال performance بتاعي measurement ده healthy بطريقة effective فبالتالي ال progress rate سيبقى positive بس عشان ال progress track لازم يعمل من اول one to seven وفاهمين طبعا التكنيكالي تحت الموضوع عشان الناس المهتمة بالتكنيكاليتي وعايزين ننفذوا الكلام ده فهي مش مجرد سلايدس بس عملين نقراها ونشرحها هنا فيه sequential order should be respected علشان هوا ده بيتمي بهذا التزامن لازم task one تخلص عشان نخش على two وده مهم جدا علشان نتطمن من صحة ادارة monitoring and controlling project operations سواء كانت على مستوى deliver will او على مستوى quality او على مستوى compliance تمام تمام فبالتالي هو هدف هنا to keep project performance on track بيكيب positive progress rate تمام فبالتالي ده بيضمن positive project value add انا عايز قلني هنا ملحوظة مهمة جدا ان ال performance results بتأثر على progress rate فبالتالي بيأثر على positive او negative project value added اذا دلوقتي علشان تحصل على deliverable فبتعمل عملية execution علشان تحصل على البروجيكت value added انت بتعمل عملية يبقى بيطلع لك في الاخر deliverable بتكون هي اللي بتطلع في الاخر او بتأكد لك او بتعدلك او بتنقذ عرفت ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه فاذا ده بنسميها project fit technicality لو انت تفاكريني الكلام ده من الكورس اللي فاته بعد ما بخلص بقى ال reportات والنتائج والنسب بتاعت performance وابقى تمام كده وخدت وطبقت change management مفوض يحصل حاجة خطيرة جدا دايما بتتناسى وبتتعمل في الاخر خلص في الشيء ده مشكلة كبيرة الا وهي ايه لازم كل الريزولتس دي كلها تكممنيكيتد ولكممنيكيتد يصلي الاستيكهولدر او اللي متفاقى انا قبل كده مجازا طبعا مجازا طبعا ننشي حاجة اسمها انا اخترعناه لنوضح نوقات معينة من اول محاضرة ما قبل اللي فاتت الكممنيكيشن بقى هنا مانجمنت اخبارها ايه هل بقى الكلو بتاع الانفرميشن بيتمي بطريقة هل سموث في الريبورتنج سيستم تمام بتروح الريت اه هو في الريت تايم بالريت وين بالريت شانل اللي اختروها ولا لا زي ما اكلمنا على اهمية الستيكوولدرز والكممنيكيشن بتاعته من اول الانشيشن فيز لحاد دلوقتي تمام فده بفاسيليتيت او بحاش في مفاجئات زيرو سيبرايز اشوز تمام بنابديت البرجيكت دي كومنتيشن بموافقة الستيكوولدرز مش بالابديت البرجيكت دي كومنتيشن من وجهة نظر بس البرجيكت تمام فبالتالي بيوز بقى الريت كومنيكيشن شانل لكيب استيكوولدرز واهم من انفورميد ينجيج ممكن يبقى انفورميد ومهم منش رأيه اساسا لكن انجيج معانا انا باخد فيدباك منه بطبقها باشتغل بها ملات وديله فيدباك ومهمة جدا جدا فتفعيل الكمميكيشن بلان والستيكوولدرز اللي هي الريت اللي احنا نفوت بناعملها في الانشياشن وفي البلانينج بنكملها في البلانينج فاز مهمة جدا جدا في عملية ياس مبقاش بس اللي بس خاصة بالبروجيكت مانجر والبروجيكت تيم والسابورتيف تيم هما البي ام او لازم كمان وحنا قلنا دور ده ايه والتغيير ثقافة ده في ايه سما قلنا فيه كنا نتكلم على انا مصمم اربط لك بين وبين ال علشان تبقى عارف ان التكنيكالتي بيتم زي احنا فصلناهم لان نشرحهم لكن هم ممكن يحصلوا في الوقت فبالتالي انت لازم تبقى aware of التكنيك ده و how to manage و how to perform effective matrix and controlling ازاي هنقيز بقى الافيشنسي بتاعت التاسكس دي كلها فبالتالي نحتاجين نعرف يعني الافيشنسي الفيجر اللي تلعت دي البوزوتيف هناخد ايه و النيجتيف هناخد ايه الافيشنسي عشان نتعامل معها فعايز اعرف الافيشنسي كلمة ايفيشنسي التاني اللي نسيت doing things right يعني بياخد الافيشن بياخد الافيشن بيشتغل صح لكن تاني نفكر الناس بالافيشنس بياخد الكرار الصح تمام كده تمام طيب تعال بقى نشوف ازاي بالماجر الافيشنسي of the project operations during the monitoring and controlling project phase اول حاجة بنشوف زي ما قلنا لو كان ايه اه كلما تبقى اكبر من الواحد ده بيانديكيت ان انا عندي better schedule efficiency يعني ايه better schedule efficiency يعني بعد ما عملت لك resource allocation في الانشييشن وعملت لك resource utilization plan في ال planning phase في ال execution بقى انت تبقتها صحة ولا غلط ممشيت based on ولا استخدمت موارد البشرية وموارد الشركة ايه بقى ال rate بتاعك هل ال rate بتاعك ده متناسب مع ال flow ال progress rate بتاع project ولا فمحتاجين اني resource utilization rates of personal ال personal و ال material تمام عشان اوصل ل يبقى احنا مستخدم بطريقة صحيحة المفروض ان تكون كما هو مخطط لها في بداية خطة المشروع بعد ما بتطمن ان انا ابتدي بعد كده نفس الكلام كل ما بقى فيه احنا نشغلين بال cost efficiency كما اعمل كما اعمل كما اعمل كما اعمل كما اعمل حاجة مستفيدة من ما تبقى صح وال schedule يبقى صح فهنا بيبقى اعملية as a quality performance بيبقى more smarter اكتر ياس لان انا بركز على الجودة ما بخشش بقى في بتاعت و ال time و ال scope لان انا دخلت في ده زي ما انتم عارفين طبعا اول حاجة بتيجي علي اول ما بخش في مشكلة بين الثلاثة دولة اول ضحية لها في المشروع هي ال quality فبالتالي يما يكون ال time وال cost وال scope تمام ياس وال resources تمام هنا بفوكس على healthy او effective quality وقدر اسس ال level of quality achieved by the project وقدر major number of defects و كواليتي خلال البيض وهم حاجة وكواليتي ويضربكا وراءة و المحضر و تبقى الهجانة quiانة مجدد هانا بقى هير و المحضر ومجدت ومجدت او مجدد من تبقى و من دمان هذا هو ضربط على الكواليي توربط و الناس و الدمان ده هدف الجودة في ادارة المشروعات تمام بتربط البرفورمانس ياس اوبراشن والبروجرس ريت بالكاسمر ساتسفاكشن لو انت فهمت الجملة دي يبقى انت عرفت تربط بين project quality operations و project deliverable operations تمام بعد بقى بيحصل كده ايه بقى النتيجة بعد دي كده والله يبنشوف بقى ايه الريسكس اللي بتطلع من السكالشول او من الريسورس او من الكاست وبتلت اطبع عليها الريسك بلانس اللي انا عمل او الستراتيجيس اللي انا حدتها في ال planning phase واعمل لها الريسبونس بتاعها تمام ده كالحدي كده طب الريسكوشن بقى ده ايما جيت طبق الريسبونس بلاني طبقها بتراها صحيحة ولا في الوقت صحة ولا بالمورد المطلوبة ولا لا او المحددة منها ولا لا تمام المورد اللي كان مخطط ليها التصلح التعامل مع هذه النوعية من الريسك فاكتور ولا كانت دي بقى انا حاولت بقى تكون دلوقتي انا مش بتطلبت او يعني طلبت او احتاجت ا ا ا ا ا ا ا ا ا موارد تانية مختلفة انا ما كنتش محددة في ال planning and so on and so on في بالتالي lower risk occurrence and ah on a minimal impact indicate a efficient risk management وانتوatures او اتدرستو او دلوقتي risk management في بالتالي انت كلما بتقلل risk occurrence كلما بيتقلل impact كلما بتقلل and valid negative effect فبتزود لي zrobić efficiency risk management كده تمام تمام طيب ده جزء كده ضغط بسيط جدن علشان نبتدي نفتكر البروجيكت اوبراشنس ومطلباته ايه لكن الجزء بقى الجديد بتاعنا دلوقتي ان احنا عايزين نعرف ان كل الكلام اللي فاده جميل جدا ونجبنا احسن ناس يعملوه لكن ده zero value في الاخر if not having the compliant project لو كان الكلام ده far away of the compliance requirement كاوبراشنس للبروجيكت يبقى ده ننسنس ملوش اي لازمة فبالتالي كل فلوس اصرفت عليه بالمينس على الشركة زي ما قلنا شركة كوكاكولا واخر product ليها مخسر اربعة وثلاثين مليون دولار فبالتالي عشان نكمل نجاح الشغل بتاع project operations انا لازم اعرف العشر تاسكس المهمة جدا اللي هم نقولهم من اول انشييشن لحد دلوقتي هم هما نفس العشر تاسكس بتوع compliance احنا فعلناهم وعملنا الانتجريشن خلاص وهو project compliance integration في الexecution phase تمام؟ تمام؟ هل بقى الانتجريشن ده كان هلسي كان افشين كان افكيتيف كان بياد value بضمانني positive project value added ولا يبقى ده الانتجريشن للمانترك نعمل monitoring ياس للتاسكس وهشوف اعمل لها efficiency و بعد كده اعمل لها كده اعمل لها controlling ان انا اخد ايه adjustment او corrective decisions زي ما هنشوف طيب ايه بقى التاسكس اللي هزي اعمل لها monitoring اول حاجة طبعا نفس الترتيب هل انت طبقتها اه كما هي مخاطط لها في project compliance compression plan زي ما اتفقنا ولا لا ده اول سؤال ده المانترك تبقى الترتيب هل كانت بتطبق بطريقة صحيحة ولا او تطبيقها اه افات كما الافادة الايجابية كما هو مخطط لها ام لا ده الجزء التاني وثلات يعني بالmonitor ياس اللي انت اللي انت حطيتها في البي ام بي عمتلا integration في البي ام بي ازا planning ما احنا قلنا ان project compliance integration ده ما بيتمش بس في ال execution لا ده بي ال integration ده بيتم ال finishation بندخل compliance requirement مع project requirement او project operations requirement او project deliverable operations requirements وفي ال planning حطنا لها ال baseline بتاحها من حيث resources والtime وي ال cost وال quality and 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 وبعد و ال documentation طبعا process وال documentation management بتاعتها نجد طب ونفزناها في ال execution هنا بقى نفزناها ولا اه ده monitoring نفزناها صحة ولا اه ده controlling تمام ف it's essentially to monitor and and ensure compliance with applicable law regulation and so on compliance audit and inspections may be conducted to verify a adherence to compliance طب انا شغال وكل شيء تمام بس حصل تعديل على المستوى الدولة للregلاتري الخاصة به الصناعة الشغال فيها تمام تمام طب هقول بقى صفل planning ما حطوش همينيش دعوة خلص انا في حالة margin glatty noo باخد ايه بقول ان انا شغال على out of date regulatory وعايز ازبط الايه وهدي بقى hint لل project manager واكتبها له في report ان انت شغال على out of date في update لقتي الظهر شو بي managed هيعمل ايه بقى project manager ده اوت من اسكوب بتاعنا بس انا بقول لك ان الموضوع مش مش systematic انا اسف مش static يعني بيتم اس بلاند لا هو very dynamic ان هو مرتبط بكزا environment project environment بتاعتها organization environment بسياسات بتاعتها business environment بمعاييرها الدولية زي ما اتفقنا ده بنسبة ال regulatory ايه ده بنسبة لي regulatory compliance خلاصت حاجة essential جدا ان انا amont regulatory regulatory واتاكد ان هي تتعامل بطريقة صحيحة ده بنعكس على ايه على policy او compliance policy adherence لو انا شغال على regulatory compliance صحيحة يعني في positive out between slide number one هيبقى في policy adherence positive لو كان ال regulatory compliance كانت بالنغative يبقى هنا ال policy adherence ستبقى بالنغative فهنا many organizations have internal policies and procedures that govern project management practices اكيد تمام طيب فالproject compliance با operations involve monitoring and enforcing شفين كانبت enforcing دي ليه enforcing لان ذا اصلا حاجة حياة اموت ما فيهاش options فانفورسنك adherence to these policies لو ها ما عملش enforcing just بس ان هو قالك recommendations وافق بس تمام يبقى كده ده بيهد المشروع بيده this campaign include ايه ايه updated policy related to the procurement risk management quality assurance information security ethical standards خاصة بالorganization فبالتالي compliance with these policies بيانشور ايه بصوا الكلمة الجميلة دي consistency and alignment with organizational objectives بان عايزة اوصل ليه consistency وال alignment مع ال organizational objectives فانمحتاج نمبر وان اللي هي ايه يبقى عندي updated regulatory compliance عشان اوصل ليه الفات كpolicy application تمام كده تمام طيب انا عندي ال regulatory كانت updated وتمام وتنفجت رأي صحيحة فده وصلني ان كان فيه full adherence للpolicy مع project management operation فده بالتالي عمل ايه ده فادني بقى standards وكا best practices as a knowledge base يعني فبالتالي monitoring and controlling activities involve providing compliance with these standards ها هاي امبلمنت ايه يعني امبلمنت best practices to enhance project performance and outcome يعني ايه بقى to enhance project performance and outcome انت كده خلت شغل project manager لا لا ابدا نقصد بكلمة enhance project performance and outcome نكملها بقى to have ايه هو ال outcome positive project value added في حاجة اسمها output وحاجة اسمها outcome project output هو ال deliverable اللي احنا عنا عليها اللي هو 100% completed accepted by the customer لكن ال outcome يبقى عندي positive project value added تمام فبالتالي هنا عشان عندي right regulatory وعندي ال adherence للpolicy فبالتالي standards اللي انا شغال بيها ادرت ان هي تي enhance the project performance وتضمن لي positive project value added طبعا ده هينعكس على ايه ده بقى كل ده عايز يبقى متوثق وثائك رسمية معتمدة official document وapproved فمحتاجين نشوف ال compliance auditing and evaluation فهين ال compliance او internal and external ازياد دكترونل ان اكسترنل هي or را دكتر ولا اند طيب هي or and تمام آآ لانا ساعات عايز اطلب اعتمادات او في انا واخد اعتمادية من مؤسسات معينة فبيجي اكباري يعمل في مواقف معينة او في توقيتات معينة قد تكون هنا متمشية مع الماطرق مثلا كده فبالتالي احنا محتاجين project compliance auditing علشان يقدر نبالانس بين internal and external audits فممكن يكون internal لو كان 100% under control الشركة او external لو كنت انا متعامل مع مركز خبرة او مركز شاري internal بتعمل عن طريق الشركة and external لو فيه جهات معنية لازم تيجي تشوف انا شغال ازاي اه وتعمل auditing وتعمل evaluation uh علشان تقول انا مطابق وفت للمعايير الدولية اه ولا مخالف عنها علشان تأسس project compliance لان من غيرها كده كده لو كانت نتيجة سلبية حتى لمشروع نجح المشروع هيقع وفيه علاقة اه بنشرحها كده بس ده في البوست يعني levels بين البروجيكت اه operation efficiency or un efficiency وال project uh compliance operation او كانت فتة انفت ففيه كده متريكس نعملها جميلة جدا ان شاء الله يعني يكون ليه نصيب ونتقابل ونشرحها مع بعض audits can identify potential gaps any potential gaps quality potential gaps operational potential gaps uh resources potential gaps risk potential gaps no compliance potential gaps or non compliance issues خلاص وبتقلعوا بقى هنا اي corrective actions to be taken تمام وي بتعمل critical evaluation of project operations عشان تضمن ان كل شيء بيرفورمد على اي حاجة اي جماعة cost versus benefits لانتم فاكرينها او cost versus value فاكرين الكلمة دي يعني سوء اي action بيتاخد في compliance واي مجهود بيتطبق على compliance واي effort بتعمل في compliance project compliance operations على طول احفظوها قاعدة عاملين ناخد كل مجموعة من القواعد لو جمعتم على بعض هتبقى يعني potential consultant تحفى باذن الله تعالى فايه تاني هنا اي مجهود بيتم فيها فهو على طول بيتجي هنا حيث بيكون لي plus project value added اي مجهود بنستخسره او بنوفره او بنتجاهله او ما بنعملوش وحنا عارفين او ما نعرفش نعمل ايه كcompliance project operations يعني فبيحصل ايه ايوه على طول انا باولد negative project value added طيب ستة بيحصل ايه بعد كده بعد ما اعمل بتاعتي اه لو فيه contract international contract او في اه اللي هو procurement يعني الخاص بcontract بتاعتنا compliance ياس فالشروط الدولية والشروط المحلية اه واحدة شروط قانونية في العقود انت بتاخدوا procurement من دلوقتي فبالتدي ان انا اعمل افريفاي لالcontract terms والconditions اه اه ومانتور الفيندور performance وانشورينج مين بقى بصوا مين بي من بي منتور الفيندور performance مشي quality team لا مين ال compliance ولو compliance مع quality بقى كويس جدا بس يتصكبت مين هنا ال compliance تاعت مين يبقى هنا ال compliance vendor performance بنعمل لها مع compliance team conformance vendor performance نعمله مع quality team فبعيز اعرف هو conformance ولا compliance وانا قلنا كزا مره الفرق بالاثنين conformance ده شغل HBMQS و compliance ده شغل HBOMS compliance with procurement regulations ethical guidelines is also focused وشود بين هي مانترنت طيب كل ده هايصب في اين في الاخر كل ده هايصبلي في data privacy and security تمام with the increasing focus on data privacy and security وده project compliance factor مهم جدا project compliance operations include major to protect sensitive information يعني احنا قلنا شركة ابل طلعت خمسين بعد اختراع وخذت بعد اختراع هما ايه بقى دول ما قالوش sensitive information طيب وعرفين ان شركة ابل عندها مشاكل في data privacy and security بتاعتها على ال protection يعني ك personal info خاصة بالسبسكرايبرز بتوحها فبالتالي ده عليها محاكم وقضايا وفي حاجات كتير خسرتها اساسا فدي مشكلة عند ابل طيب انا كامل هذا معنظر ادهير لção data protection regulations وanka يmind الright security فى الLE في الراح Tea time يعني التالك كافية حلى الصدق إ inexplicي وطاعت Bei بي معصولات المحف Han tournament علاگ يدYes a privacy policy as of compliance requirementham salt vakreen regular risk assessments . abbiamo lain especialmente compliance risk assessment للData Security كانت عزيزاو nasty audits رقم سابع رقم سابع رقم تمانية فلو انت تذكرت من 1-7 ستجد من 1-7 أدخل بالكامة المثال المثال من دقائم خاص بالبيئة الخارجية وخاصة بالبيئة الخضراء خاصة بالصناعة وخاصة بالعميل ولكن هناك كبراجيك نحن عندنا في فالبعج التوصيد من البلعة والتيج builds a 4 ملعبة الى العانونية هي كبيرة ودي spicy ترصة目 وحسنة الدراسة للغاية وكان يحتوي علىAir integration وعد центрalia إشهرته Commission وبعد كده الـ Business Environment اللي هي تواصل بها الـ Market Position وأصل بها الـ Customer Experience Positioning اللي هم الاثنين بيدوني الـ Positive Brand Publicity تمام فهنا This can include monitoring and mitigating environmental risks ensuring compliance with sustainability requirements addressing social responsibility concerns فبالتالي هنا أنا بربط الـ External Stakeholder في الـ 6 مستويات اللي هم تفعنا عليهم قبل كده ونشرح compliance requirements في المحاضرة الخاصة بالـ Initiation برضو الـ Healthy and Safety Compliance ده عامل مهم جدا وانا بشتغل في الـ Project Execution وعمل له monitoring يعني فـ Regular Inspection and Audits may be conducted هنا بيبي لا مش may be should be conducted to identify أي potential hazards or risks أساسي تمام Project Compliance Operations بتإنشور الـ Healthy and Safety Regulations اللي هم عالين في السلايد نبر 1 اللي هم عالين في السلايدنا before are followed to maintain a safe working environment تمام A safe working environment كده ده واضحة ولا مش واضحة تمام واخيرا خلص رقم 10 compliance retention and archiving هنا compliance was legal requirements ملخص كل ما تم ذكره يعني في التسعة عطاسكسة قبل كده لازم نعملهم full documentation وعمل لهم effective archiving عشان وده بتبقى علامة كده ايه? علامة زي كده كل مكان ده بيديكيت هدي الشركة ده فده بيديها كوية جدا ما بتذكر ده في البروفايل بتاعها او في اعلاناتها للعميل فالعميل ممكن فاضعاف المبلغ عشان المنتج ده محوز على البيئة المنتج ده تم بكزا المنتج ده مستخدمش كزا عشان ده مضر فاستخدم كزا زهر اسلوب حديث في كزا فبدأنا نستخدمه الكلام ده بيعجب جدا الكاستمرز وبينول اعجاب الناس اللي قائمة على الصناعة اللي بحطوا معير الدولية فبالتالي بتعلم على الشركة دي بالعلامة الايجابية في معناها اندي كمبلاينت ارجانيزاشن بيبقاليها الريسباكت ويبقاليها البيوريتي في التعامل معاها ليها تمييزاتها انسوان طيب ازاي بقى المجرد الكلام ده اللي هو ايه هو الكلام ده دكتور اللي هو التسكس قلناها التسكس بتوع الكمبلاينس التسكس المفهود ان اخذ بنا منهم وانا نحن عملنا لهم منترينج عزيمة نعمل كنترولينج فبالتالي مهم جدا ده واخد بالحضراتكو تاني هقول كل مرة انا ما عملت منترينج وبعدك اطلعت الريزولتس معينة وعايز بقى انالييز الريزولتس دي وبتداخد عليها الريت اكشنز بتاعتي ياس فبالتالي اعملها ذاتي كنترولينج كده فهمنا بين يعني ايه موترينج وانيه كنترولينج فموترينج بيجاثر انفورميشن خاصة بالكارنت بيرفورمانس وبروغرس ريت اوف التسكس الخاصة بالبراجيكت دي لفوريشنز والبراجيكت بعد ما باخد الريزول دي ابتدي ان انا اجمحها واحللها ياس كل ده تبع الكنترولينج بقى وابتدي ان انا اشوف والنيجاتيف وايه الكوريكتب اكشنز هعمل هعمل اه هعمل اه ادجسمنت لي اللي محتاجة عمل لها تمام فده الميكانيزم بتاع كنترولينج انا عدته تاني اهو علشان اللي لا تفهموش اهو مرة يتدي ان هو يفهم الفرق بين كنترولينج وليه كنترولينج قبل وجملك بقتر ماتد من ان اقام الامر잔م اخرى وليه كله تبعي معنى بتاعك وليه الاكشن المفروض ان يكون طيما ناخد بقى اول should be controlled الي هيありがとうございました ما احنا قولنا بقى احنا عملنا الريجولاتري دي وخلاص وطبقناها في ما لماذا سنهتم بقى هنشوف النتيجة او speculative او positive كلمة positive يعانى في مصلحة العمل negative يعانى ضد مصلحة سيقوم بعمل عمل التجاهد كثيرا ... ماذا يريد أيضا؟ نحن 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 نفسه محلوات ال reformation والقناة أو عموات ال اورقناة المطمئين والقناة المغامرة بحاجات ال dear إستشعاد الشركة simultaneously لا تستطيع إنه شيئا أفكركم بأبل عندما أخ after the iphone 12 وكان الهلسي الموبايل كانت اوت من الرنج المعايير الدولية التي صناعت التليفونات فهذا ما كانش هو ما كانش او كان ارليفنت فبالتالي حصر مشكلة في الايفون 12 ايفون 15 برضو فيه ارليفنت ستاندرد وفيه مشاكل شكاة لسه مردتش حد رأيتي بس فيه كاستمرز وطبعا الكاستمرز هو اللي بيبقى ليه دايما الكفة الأرجح الابرهاند يعني اللي بيحكم عالمنتج فبالتالي بتميجر النبر اف كمبلايانس فايندنجس ايند تاين 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 ديام الابرهاندكس يعني كل ما بلاقي مشاكل اقل وياخد كويك ريزيوشن دايو اندكايت ان عندي بيتر ايه عندي بيتر كمبلايانس مناجمنت ووه ايفشيانسي تمام فهمته قصة الـ Compliance Auditing وفي حاجة اسمها Compliance Assessor و الاخره فالـ Quality Compliance ده قصة طبعا زي ما اتفقنا اوت من اسكوب بتاعنا بس ده حاجة يعني فيري فيري انترستنج لو احنا يعني شرحت او اهتمينا بيها يعني وانت تبقوا فيري انترستد كمان لو انت عرفت الكلام ده لاني اه كان بيتسئل في الـ Online Session على فلو في جزء من التكنيكاليتي اقدر احشره في الشرح وما يخلش بالسكوب وكان سهل وما يعملش تشتت بقوله اما لو كان فيه تكنيكاليتي مور ادفانسد هتخرجنا من السكوب وهتخلينا نلوز يعني وخش في اللوب بفضل اهنت وقول لكم ده بيتقال في الـ Advanced Level طيب بعد ما بعمل الـ Regulatory Audit بعمل حاجة اسمها ايه؟ الـ Compliance Audit الـ Compliance Audit هنا بابا افلويت الفاندكس وابا افلويت الـ Corrective Actions اللي اتخذت و الـ Taking Time اللي اعرفتنا في الموضوع ده Taking Time ده عامل مهم اوي بس برضه اوت من السكوب بتاعنا النتيجة ان النابوصل لـ Continuous monitoring and improvement of compliance processes Contributed to overall efficiency يبقى كل نتيجة الـ Compliance Audits و الـ Inspection طبعا نعرفين الفرق بين الـ Compliance Audits و الـ Compliance Inspection الـ Compliance Audits هولا كده بسرعة انها خاصة بالـ Process بتاعه الـ Compliance اللي هي في مرحلة الـ Initiation و مرحلة الـ Planning و بدايات الـ Execution الـ Inspection بقى في حالة الـ Execution و قبل نهاية الـ Execution بيبقى في بقى مخرجات ابتداء اعمل لها Inspection عشان اضمن ايه؟ اضمن الـ Continuous improvement اللي احنا عايزينه علشان نوصل لـ Positive Project Value Added بعد كده باشوف الـ Compliance Training and Awareness باعمل بقى Training يعني حضراتكم مثلا ياس بنعملكوا الـ Training بلغة الـ Compliance يعني Operations Project Compliance Operations بنعملكوا Training اللي هو Offline Training بتاخدوا Right Knowledge وبنماكسمايز الـ Compliance Awareness عنده حضراتكم فبالتالي عرفتوا واتأكدتوا ان المشروع المرة مليون هو وسيلة ولايس غاية هو وسيلة للحصول على الـ Delivables وهو الـ Delivables زي ما تعرف يقول بس هديني كم من التعرف ونعدله With Positive Project Value Added فبالتالي انت عندك هاته Awareness زي نوصل للـ Positive Project Value Added سواء كان عن طريق الـ Delivables في التكنيكاليتي زي ما أخذنا في الكورس اللي فات او الـ Project في التكنيكاليتي زي ما نتكلم دلوقتي نحنا عملنا الـ To Integration اللي هما الـ Project Competence Integration و الـ Project Compliance Integration فبالتالي يو الـ To The Knowledge فانت هاته Aware وعندك الـ Right Knowledge زي ما نقول في كل المحاضرة فده اهو ده عامل من العوامل المطلوبة لضمان نجاح المشروع لديه الـ Evaluate لتكلمع الأعمال و الـ و أيضا و كمان نحن حقلنا هذا مجانا كانت ت tournaments 5 لاتفكرين فا 미�جرب بياساتة الـ الـ مجرد الـ اقضل الـ و اضع و اضع مجرد مجرد وبنقيس الابلتي توابلي الكمبيانس دي هل عنده التول بعد ما وفره التول والريسورس والتايم والكاست يبتدي بقى اقوله خش يلا نفذ ده وبتدي نشوف البيفور والافتر لو كانت الريزلت بروضيف برافو عليكم يبقى داف مصلحة البروجيكت فاليو ادد لو كانت نيجاتيف يبقى في ضد مصلحة البروجيكت فاليو ادد بقولشي بروضيكت فاليو ادد إزان ازان الكونقلوشن هنا ايه الكونقلوشن بقول هاير out training completion Rates and knowledge levels indicate efficient compliance operations يبقى انت تردأتي المؤشر انت رشتغلت في مجالات المشروعات هل تبقى عندكم وانتو اصلا ناس ناسمい professional وعندوقو افشيانت كومبلايانس اوبراشن سكيلز اكسبرت ان اكسبرينس طيب وبعد كده بقى بنشوف الاستيكولدر كومبلايانس ساتسفاكشن فبقى السلسل الاستيكولدر عشان كده بشوف بقى الكومبينيكيشن بتاعته و الانجاج اللي حاصلت بوزوفة نيجاتيف علشان ده انديكاته مهم جدا على الافشيانسي بتاعت البرايكت كومبلايانس فبعمل ايه عشان اوصل وافهم الاستيكولدر ساتسفاكشن ده بوزوف ولا نيجاتيف وقلت لكم ان الاستيكولدر ده لو ما كانش بوزوف وكان فولي ساتسفايت او ديلايتيد بيبتدي ان هو بيقف اه قدام المشاكل الصغيرة ويكبرها اه بيكبر المشاكل الكبيرة اكتر بياخد كارات ضد المصلحة المشروع في بعض الاحيان ان هو دايما بيقول انت ملتنيش لي انا ما كنتش عرف ده انت ما معرفتنيش لي ده and so on and so on and so on فبتري نعمل ده زي بقى علشان نضمن الهلسي استيكولدر كومبنيكيشن عشان يبقى ساتسفايت ان انا بعمل ايه بقى بقى كوندكت ريجولر سيرفيز او فيدباك سيشن للستيكولدر علشان يقدروا يكون مشاركين معانا في نتيجة ايه بقى النتيجة عندي هاير ساتسفاكشن ليفل هاير ساتسفاكشن ليفل ده جماع بنسبلنا كناس مشتغل في من الكنوز لان لو كان الاستيكولدر ديلايتد لو فيه مشاكل كبيرة بيصغرها او لو فيه استيسناءات بيبافق عليها بيبقى معاك عايز ينجح المشروع ويعمل مش ضدك لان انت مخليه معاك استاب با استاب شرحنا جزء كبير من ده في وشرحنا الجزء التاني ونشرح الهوليستيك برويشن سيستم فبالتاني مافيش نجاح الى مايكون استيكولدر فولي معانا سواء كان استيكسترنال او كان انترنال تمام كده تمام فهير ساتسفاكشن ليفل بيينديكيت اليفيشنسي ديلافري ويعمل بيبقى محاول مواقع الهوليستيكوهولدر اللي هما بيمثلوا البيزنس بينبوينت اللي انا بدأت بها الموضوع بتاعا او وقت انسوا البيزنس بينبوينت كلام ده مش كلام عام وكلام اه ليس له حد معين او هدف يوصله انا كلنا عينينا على في كل سلايد من اول الحد هذه اللحظة يعني اه بنتكلم اه في حوالي الف سلايد مسلا هدفنا واحد فيهم ايه هي مرافو عليكم البيزنس بيم بوينت البيزنس بيم بوينت ده هو الهدف بتاعنا تمام ان انا اقفلها صح مع الهدية تمام فبعد كده بنشر بقى الكملاينس بيزد على كل اللي فات فبنقول ان الانست and minimise the impact ذه بيزود لي الكملاينسs operation للبروجت وجعل فية إفشنسي عالية جداً فبعمل ذه ازاي بعمل ذا مثل مثلا فيه تصليل بالداتا او فيه فبقيتلي كل ما العوامل دي بتقل ده بيعلي الافيشنسي بتاعت وطبعا ده مهم جدا ان ده بيبين كفاءة حاجة واحدة بس هل انت عندك لو عندك حضرك الكلام ده على طول هذه الفيشنسي وانت مغمد عينك يبقى توصل على النجمة الزهبية عدد تسرق موالش بقى project result. موالتش الunique product. اللي بيطلع من الproject. نحن اثبتنا كتير انه ممكن يطلع unique product. لكن with negative او zero project value added. فيأثر على organization. بيأثر على business. بيأثر على customer experience. بيأثر على image publicity. بيأثر بالnegative على brand publicity. مين بيقولنا شغال صحة ولا غلط من الكلام ده فعلا fit and valid and so on. ان هنا documentation بتاعتي. عشان كده قلنا في initiation phase. احنا محتاجين project operations لانتفاكرين او project compliance operations management. ويتعمل documentation management. فبنأساس الcomplete نسبة. نحن بمجرد الpercentage required documentation or report that are up to date. هل هي accessible ولا hidden ولا ايه على مستغطة transparency طبعا. فاناتيك بتكون higher compliance with documentation and reporting requirements. ده بياندكات البيتر efficiency. واخيرا طبعا وليس اخيرا. learned lessons. الدروس بقى مستفادة من الادارة الكبيرة اللي عملناها كproject operations. بالنواحي او بثلاثية الابعاد. 3d project operations. 1st dimension project quality operations. 2nd dimension project deliverable operations. 3rd dimension project compliance operations. فالادارة المشروع بال 3d دي. بتخلي عندنا كنز من الدروس المستفادة. بتفيدنا جدا جدا جدا. في ال future project. في ال future بتاع ال company نفسها. والبي كمان ممكن يؤثر بطريقة غير مباشرة على ال future بتاع الصناعة. تبدأ بيتم ازاي. اول حاجة بكابتشور lesson learned. تمام. عن طريق التكومنتيشن طبعا زي ما اتفاقنا. بس ايه. بس ايه. بس ايه. بس ايه. تمام. والكنز بقى بتكتب فين. فعلي حتة بالضبط. وانا بعمل monitoring and controlling phase. ده اهميت ان المنتجة and controlling its phase. ماشية من اول مشاعر الاخر. ومش بس بتطبق في ال execution phase. زي ما المعظم عارف يعني. اثنين. برفيو بقى. نعم. برفيو. implement learning lesson can lead to process improvement. enhanced efficiency. اخر حاجة باناليز learned lesson. وشوف علاقتها بيه بقى. بالprogress rate للproject operations. والcompliance efficiency. عشان اقدر حدد لو في ايه. تتطلب ان انا develop strategies جديدة. عشان دائما proactive. يعني preventive. يعني عندي poor cost of quality. يعني دائما عندي cost saving. and so on and so on. which is كلها positive project value added. processes and activities. كده احنا يعني بشيء من التفصيل. اللي هو ماشي مع السكوب بتاع الكورس بتاعنا. شرحنا المنترك عن controlling phase. ب two sections بتاعها. او الكاتيجوري بتاعتها. اما الكاتيجوري الخاص به. او السكتور الخاص به. الproject deliverable operations. او الجزء الخاص به. الproject compliance operations. وعرفنا العلاقة بينهم ايه. وعرفنا الاثنين دول مع بعض. بيعمل ايه. واما حاجة الهدف. انا بعمل ايه. الproject deliverable operations. بتصبب فيه او بتأثر على. الproject compliance operations. والعكس بالعكس. فبالتالي عندي. very effective project a. competence integration. وهو ده اللي احنا قلناه. اللي مش موجود في الاكس. فور approaches تاني. اللي موجودين. اه. في الاصدار السادس. اللي هو بيطبق لحد دلوقتي. وبالتالي. الproject failure rate. بيزيد. وهنشوف الكلام ده ان شاء الله. في الريبورتات الحديثة. زي ما قلنا كزا مرة. انا فيه كلام كتير بعيده. مش للاعادة ولا للحفظ. ولكن لتأكيد المعلومة. لان هو ده. اللي بيميز حضرتك. انت متمكن. من. مش المادة. من الصنعة. او عندك. ال experience to manage or not. انا بشكركم جدا جدا. واتمنى لكم يا رب. بكل التوفيق. اه. وده كان الجزء التاني. الproject execution phase. وده كان الجزء اللي احنا. اه. ختمنا به. الproject compliance integration. وهو ده challenge اللي احنا بدأناه. من اول المحاضرة التاسيسية. ان شاء الله تعالى. هنشوف بقى الجزء الخاص به. الproject closure phase. اه. بتوعه. اتمنى لكم كل التوفيق يا رب. ما تنسوش. بعد ما تذكروا. اه. اه. تخلصوا. بتكتبوا كده فرقة. الاسئلة بتاعتكم. وبعد الامتحان. بتكتبوا لي برضو. الاسئلة اللي هي. انت لم توافقوا فيها. اه. ان شاء الله تجيبوا تمانية من تمانية حضرتكم جميعا. اشكركم جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.